كثير من الأشخاص مشاهدين بيجأوا لتناول مكملات الغذائية بصورة مستمرة لأسباب مختلفة ممكن تكون لرغبة منهم ببناء العضلات والحصول على جسم قوي أو حتى لتكملة النظام الغذائي الطبيعي بمواد تغذوية مثل الفيتامينات والمعادن الألياف لأنه ببعض الأحيان كمان النظام ممكن ما يحتوي النظام الغذائي طبعا على كل هاي العناصر أو حتى ما تكون موجودة بالقدر الكافي للشخص يعني وفعليا تختلف طبعا نظرة الناس للمكملات الغذائية في بعض البلدان يعني تعتبر هذه المكملات بمثابة أطعمة والبعض الآخر يعتبرها بمثابة أدوية وبالطبع هذه المكملات في النهاية كغيرها من الأغذية لها فوائدها ومضارها دعونا نشاهد هذا التقرير الصحة نفسا وجسما من أكثر ما يشغل بال الناس فالاهتمام بها يضمن غالبا عيشا متوازنا وإهمالها من أكثر أسباب التردد دوما على المستشفيات والأطباء والالتزام بالأدوية والعقاقير لكن بالمقابل تشكل طرق المحافظة على الصحة الجسمية وبناء أرسام مثالية بالخصوص واحدا من أكثر المواضيع جدلا بين متخصص التغذية والأطباء وأهل الرياضة وكمال الإرسام ومن أهم عناصر الجدل ما يسمى بالمكملات الغذائية المكملات الغذائية هي تلك الأقراس والعقاقير والمستحضرات التي تكمل وتزيد من فوائد النظام الغذائي اليومي للشخص بحيث تمده بالمكونات الناقصة من وجباته اليومية أو تقوم بتعزيزها من جل أداء صحي أفضل وأبرز ما تحتوي عليه تلك المكملات الفيتامينات والبروتينات والمعادن والألياف والأحماض الدهنية والأحماض الأمينية أما عن نقاط الخلاف حول المكملات الغذائية فهي تتمحور حول مدى فائدتها لجسم الإنسان رغم ما يشاع عنها من تسببها في أعراض جانبية مضرة بصحة الشخص بل وقد تؤدي به إلى الإصابة بأمراض خطيرة يرى متناول تلك الأقراس المكملة أنها تساعد الجسم على أداء أفضل وتمده دوما بكل احتياجاته كما أنها تنشط الذاكرة والوظائف العقلية وتبعد متناولها عن شبح ما يعرف بالنقص الغذائي في حال تناولها بشكل متزن وتحت إشراف طبيب مختص في حين يهاجم الكثير من الأطباء تلك المكملات متهمين إياها بالتأثير السلبي المباشر على وظائف الكلا والتسبب في انسداد شرين القلب في حال الإفراط في تناولها لمدة طويلة من الزمن كما أنها تصيب الإنسان وبعد مدة طويلة من استعمالها بضعف جنسي جراء تراكم المواد الكيميائية والسموم التي تتركها تلك المكونات في جسم الإنسان وبين التشجيع على تناول المكملات الغذائية والتهوين من أخطارها وبين التنفير منها والتهويل يبقى الإنسان مطالبا بالإعتناء بجسمه بأفضل الطرق الطبيعية والطبية لذلك مبتعدا قدر الإمكان عن الإفراط والمبالغة أو التفريط والاستهانة فالصحة جسما وعقلا ونفسا أمانة وجب الحفاظ عليها إذن مشاهدين موضوع نقاشنا مع حصائية التغذية رولا علوش عن المكملات الغذائية بين الفائدة والضرر أهلا وسهلا فيك دكتور الرولا يعني بالبداية خلينا نحكي عن تعريف المكملات الغذائية بشكل بسيط وشو أهميتها أصلا لأجسامنا؟ حلو كتير هلأ واحدة من أهم الأمور اللي لازم يعني الناس يعرفوا عنها أكتر هي وجود المكملات الغذائية حولينا بتلاقي الناس كتير عندهم ببيتهم الحديد فيتامين سي فيتامين دال أشكال ألوان بيجو على العيادة بفردوهم أربع خمس مكملات عموما بس الناس ما بتعرف ليش أو حتى أحيانا ما بفرقوا بين الفيتامين والمعدن كتير في فرق طبعا كتير كبير يعني عموما المكملات الغذائية هي أي نوع من أنواع الفيتامينات أو المعادن أو حتى النباتات أحيانا حتى النباتات العشبية تعتبر من المكملات الغذائية اللي نقصة في أجسامنا بيؤدي لحدوث هي نحنا نحتاجها بكميات كتير بسيطة لكن نقصة بأجسامنا بيعمل مشاكل كتير كبيرة ممكن تكون مشاكل اضطراب في الجهاز الهضمي اضطراب في الجهاز العصبي تشوهات لصمح الله سواء نقصت أو زادت عن حدها فبالتالي وجودها يعني هو مثل بيقولوا كل شي بيزيد عن حده بيقلوا ولا ضده فعلا هي وجودة كتير حرج إذا زادت بكميات كبيرة ضارة جدا على جسم الإنسان وإذا قلت كمان بكميات كبيرة أيضا ممكن تسبب مشاكل كتير وأمراض نعم هلأ مثل ما قالت قبل شوي في كثير من الأشخاص فعلا بيكون عندهم بالبيت مثلا مكملات غذائية مثل فيتامين سي بشعر كثير الأشخاص بيأخدوه مثلا لحتى اتنصت لحتى قوي نفسي هل فعلا هذا الشي صحيح وهل فعلا كل شخص ممكن ياخد فيتامين بشكل دائم؟ هلأ عموما يعني وتحديدا عن فيتامين سي نحكي لأنه كتير منتشر عند الناس كتير بنلاحظه الناس اللي بيصابوا أصلا بزكام أو نزلت برد بيأخد فيتامين سي على أول نقطة بنا نعرف أنه إذا صابك زكام أو برد وأخد فيتامين سي فهو ما له أي فائدة فبالتالي هو صح بيساعد على رفع مناعة الجسم لكن وجود يعني كمية كبيرة من فيتامين سي وقت المرض وقت الالتهاب ما بيساعد للأسف نقطة تانية أنه هل أنا إذا عندي فيتامين سي بقدر أخذه بشكل يومي عموماً نحن ما منخاف من نقص فيتامين سي يعني بأجسامنا عادةً ليش؟ لأنه هو موجود كتير وبكاميات كبيرة وبكل أنواع تقريباً الخضار والفواكه فبالتالي حتى دون التحالي لما بتلاقي الطبيب مستحيل يكتب لك فيتامين سي لأنه أغلب الناس يعني نقصه في الجسم هو شيء نادر الحدوث لكن نقص بعض العناصر الغذائية الثانية ممكن يكون شائع فهي الحد كي عن فيتامين سي لكن عموماً هل ناخد فيتامينات أو معادن أو أي نوع من المكملات هيك بشكل عشاء طبعاً لا أولاً لازم نكون فيه نقص مو بس حتى بعد استشار طبيب لازم نكون فيه تحاليل يعني هو الشيء الوحيد اللي بنقدر نعرف من خلاله عندي نقص حديد أو لا مو بس إنه والله عندي سوداء تحت العين أو دوخة أو لا بدنا نعمل تحليل دم لحتى نعرف سي بي سي والفريتين هو اللي مثلاً بيحدد لنا نقص حديد أو لا وعندنا كمان فقر الدم وحدة من الأمور الشائعة عند الناس يتوقعوا أن فقر الدم هو فقط من نقص الحديد ونحن فقر الدم ممكن يكون ثلاث أسباب إله هو فيتامين البيتناش أو الفوليك أسد أو حتى الحديد وهي نقطة ممكن يعني معظم الناس ما بيعرفوا ولا أنه شيء علمي كتير فكمان أيضاً بدنا ننتبه أنه أي نوع الأنواع للفيتامينات والمعادل ناقصني وبالتحليل نقدر نحدد إذا في نقص طبعاً لازم يكون فيها يعني على فكرة رولا حطتي إيدك على الجرح بهذه المسألة يمكن كتير من الناس أحياناً بتحس بواهن عام نوع من الدوخة بتصيبها فبتروح ثوراً على الصيدلية وتشتري مجموعة من الفيتامينات بالضبط طريق التعاطي الناس مع الفيتامينات دائماً بتحكي أنه في حال إنها ما نفعت فهي ما بتضر فهي المسألة بدنا إياكي توضحيننا إياها بشكل علمي أنه مثلاً المالتي فيتامينز هاي اللي بتتأخذ لمجرد الإحساس بالوهن العام هل هي فعلياً في حال إنها ما نفعت فهي ما رح يكون لها أضرار؟ هي هنا النقطة أول أول فكرة بدي أحكي عنها أنه بعض أنواع الفيتامينات إذا زادت عن الحد مثلاً مثل فيتامين ألف أو أي بالإنجليزي هذا الفيتامين إذا زاد عن حده بجسم الإنسان خاصة للحوامل ممكن يسبب تشوهات في الجنين فالموضوع خطيش جداً حتى الحوامل نحن منمنعهم عن الكبدة والجزر بكميات كبيرة لأنه بيحتوي على فيتامين ألف فخلال فترة الحمل من إلا نتبهي من الكبدة لأنه نسبة فيتامين ألف فيها عالي فبالتالي إذا شخص عم ياخد فيتامينات ألف كمكمل لحاله مع وجود مالتي فيتامين أصلاً بيكون فيه نسبة فيتامين ألف مرتفعة فهون عم ياخد جرعة زيادة عن احتياجه وممكن يسبب له مشاكل كمان كتير يعني من المشاكل الشائعة عند السيدات أنه أخذ نسب عالي من فيتامين ألف وأنا لاحظتها بين سيدات اللي بتاخد مالتي فيتامين بس نفس النوع أو النوع اللي بتاخده بيكون فيه نسبة فيتامين ألف مرتفعة بالزيادة بصير عندها مشاكل في البشرة وبصير يطلع لحبوب كتير من المشاكل المكررة بسبب وجود أو زيادة بجرعة فيتامين ألف فبدو ننتبه فعلاً يعني مو بس فيتامين ألف طبعاً كل الأنواع الفيتامينات سواء كان فيتامين ألف هلأ يمكن فيتامين سي هو الوحيد اللي ما كتير قلوه أضرار إذا زاد لأنه هو بيطلع بره الجسم بسهولة لكن بعض الأنواع الفيتامينات فعلاً فعلاً إنسان بدون ينتبه منها أيضاً مثلاً جرعات زائدة من فيتامين دال بتسبب سمية جرعات زائدة من الحديد بتترسب بالخلايا ممكن سبب إطلاف بالخلايا حتى الكالسيوم على فكرة والحديد ممكن يسببه مشاكل خاصة الكالسيوم ممكن يسبب مشاكل للأشخاص اللي عندهم أمراض في الكلا ويسبب حصوات في الكلا فيتامين سي إذا زاد عن حده أيضاً للأشخاص المعرضين لحصوات الكلا ممكن يسبب حصوات الكلا فكل أنواع الفيتامينات عموماً لازم ننتبه من زيادتها في جسم الإنسان طب هلأ كتير من الأشخاص كمان ممكن يعانوا فعلاً من نقص الفيتامين بجسمهم وخاصة سيدات مثل ما التي نقص في خل الدم أو حتى إن كان مثلاً أي فيتامين دام مثلاً كتير ممكن شائع كمان هذا الموضوع طيب هون بقى السؤال الأساسي كمختصة تغذية حضرتك أنه هل فعلاً أنا فيني أعود هذا النقص من خلال الغذاء دون المكملات الغذائية ولا لا؟ نعم هذا سؤال جداً دقيق الآن إذا أنا عندي نقص فلازم لازم مع الغذاء يكون فيه علاج دوائي لحتى أرفع لأنه عادة النقص بيكون كتير يعني كبير ما بعوض أدما أكلتي من مثلاً عندك نقص بفيتامين دال أدما أكلتي دجاج سماك بيض حليب ألبان ما حتى تأكل الكمية اللي بدأ ترفع نسبة فيتامين دال كتير بجسمك فنحن بنشوف أول شي نقص أول شي حاد بنحدد نوعية النقص هل هو نقص حاد ولا نقص طفيف إذا نقص طفيف ممكن يرفع الغذاء لكن إذا نقص حاد فقولاً واحداً لازم يكون فيه مكملات غذائية وبشكل دائم وبجرعة محددة مع وجود العلاج الغذائي اللي هو وجود الأطعمة الغنية بمثلاً الحديد نعطي اللحوم نعطي الأوراق الخضرة السبانخ الملوخية كل أنواع منتجات الحديد الغنية نقول لهم كمان بعض التبس أو النصائح الصغيرة اللي بتساعد على امتصاص الحديد أكتر بأجسامهم مثل مثلاً وجود فيتامين سي دائماً بشكل دائماً أي حدا مثلاً بياخد حديد لازم أنا بنصحه دائماً ياخد معه حبة فيتامين سي لحته يساعد أكتر بترسيب الحديد بالجسم نقطة تانية أنه مثلاً الشاي والقهوة نحاول نبعدهم عن وقت الطعام سواء أبل أو بعد يعني على فكرة فيما يخص فيتامين سي يمكن دائماً بيحكوا أنه لما بنعصر ليمون بشكل جيد على الصلطة بزدد بتساهم أكتر بامتصاص الحديد 100% بشكل جيد صحيح هذا من التفاعل بين فيتامين سي والحديد نعم الحديد الموجود بالأوراق الخضرة الناس بيقولوا أنه وين في حديد أنه حين فكروا الحديد بس من اللحم صحيح يعني كلمة يعني هي عادة قديمة نحن متوارثين لكن هي فعلاً عادة صحية حتى البقوليات بأنواعها فول الحمص العدس على شرط العدس بتلاحظي هون حتى الأتراك كثير عندهم يا هاي النقطة أنه لازم يحطوا الليمونة ففعلاً هي بتساعد فيتامين سي بيساعد بترسب الحديد بالجسم والعكس بالعكس يعني إذا أنا أخذت الكالسيوم مع الحديد هون بيصير في تضارب بانتصاص الحديد فبالتالي كمان بدي أنتبه أنه مثلاً ما أخذ الحديد أو جرعة الحديد بعدها أشرب كاست لبن أو كاست حليم ترى تخبص الأمور على الآخر فكتير هاي النقطة جداً مهمة لهيك نحن بنقول دائماً أنه يعني لما الطبيب بيقول قبل الأكل بعد الأكل صباحاً مساءاً ما بيكون عم يعني تفلسف بيكون فعلاً عارف السماء حالو طيب خلينا نروح معناتها شوي لجانب آخر من كمكملات غذائية الرياضيين يعني بيتناولوا وهي هاي البروتينات مثلاً فخبرنا هل هذا الشي صحيح صحي ولا لا من عندك نعم حسب أنواع البروتينات الموجودة بالأسواقية بعض أنواع البروتينات اللي هي وي بروتين هاي عبارة عن البروتينات المسحوب من البيض ومحول لبودرة فلا بأس إذا شخص شربه ولكن بكميات بسيطة ما بدأت تكون بكميات مرتفعة لأنه كمان زيادة نسبة البروتينات بأجسامنا بتأدي لمشاكل في حمض اليوريك أسد وهي اللي بتسبب إذا زاد نسبة حمض اليوريك أسد في الجسم بيسبب مرض النقرس أو مرض اللي يصير في عندهم تجمع كتير سواء الجسم مع آلام في الركبة والأرجل فبالتالي نعم بدنا ننتبه يعني ممكن أنا أخذ كشخص رياضي البروتينات الخاص فيني لكن أولاً بعد استشارة شخص خبير بهذا المجال يعني أخصائي تغذية ضروري يعرف ليه؟ لأنه نسبة البروتينات أحياناً الرياضيين بيبالغوا ترى يأخذوا نسبة السفوك يحتير بعضلات العالية صار معه المرارة يعني وصار عهده نعم صار عنده مشاكل بالمرارة وعمل عملية وبعدها طبعاً تاب وأجا يعني على الحال ريادة فبالتالي نعم هي المشاكل كتير ممكن من زياد نسبة البروتينات فبدون ينتبهوا بعد استشارة حدا مختص كتير طبعاً مشجعاً لكن مع وجود كمان نسب معقولة توازن بالكمية يعني مثلاً اللي بيلعب 3 يام لأسبوع غير اللي بيلعب 6 يام لأسبوع فكمان بتفرق نسبة البروتينات طب بالنسبة للأشخاص العاديين يعني اللي خابب أنه يزيد نسبة البروتين بجسمه أو حاسس أنه هو محتاجها فكيف ممكن ياخد يعني البروتين بشكل عام هلأ أنا بفضل نعتمد على البروتين الطبيعي لأنه قد ما أنا أخدت شيء صناعي قد ما هيكون مثل فائدة اللحوم أو البروتين الطبيعي سبب ببساطة شديدة أنه أنا عم باخد البروتين عم باخده فقط بروتين لما كان لما أجي آكل دجاج أو لحم أو سمك فأنا من السمك مثلاً عم باخد فيتامين دال عم باخد كالسيوم خاصة إذا كنت عم باخد تونة السردين السلمون نسبة الكالسيوم والفيتامين دال فيها مرتفعة فبالتالي هون أنا عم باخد فائدة منوعة متكاملة غير لما أخد بس بروتين نقطة تانية دائماً أنا بقول لهم هذا الكون رب العالمين ما خلقه خلقه متكامل فبالتالي نحن ما محتاجين لإضافة أشياء مصنعة إلا في حال فعلاً ما عم نقدر نحقق أشيء طبيعي من الطبيعي فلا المصادر الطبيعية أفضل إذا يعني عموماً مشان هيك يعني الناس يعرفوا إذا أنا على الفطور بأكل مثلاً ثلاث ملاعق جبنة عفواً ثلاث ملاعق لبنة أو قطعة جبنة مقدار ستين جرام هل أد يعني علبة كبريت تقريباً أو ضبل علبة الكبريت ممكن مرة جاعة فكرة نجيب الأشياء حتى الناس تستوعب أدش الكميات على الغداء إذا عم بأكل صدر دجاجة مثلاً أو ستيك لحم بمقدار يعني حجم كفة اليد أو بما يعادل من 90 إلى 120 جرام أيضاً على العشاء عم بأخد بيضة مثلاً مسلوء أو بيضة ونصف هون بكون عم بأخد احتياجي كامل من البروتينات فبالتالي ما في داعي للزيادة ونسبة الرياضيين يعني مثلاً شخص العادي بيأخد تقريباً أقل من جرام 0.9 جرام لكل كيلو جرام من جسمه الرياضيين بيأخدوا أكتر بشوي يعني مو هالنسبة المرتفعة كتير الرياضي يعني بطين زيادة باليوم بيكون خلص نسبة البروتينات بابا حكينا على البروتينات شوي ولكن لابد نحكي كمان عن فيتامينات والمعادن ممكن أنا خلال وجباتي اليومية إنه ممكن أخد منها كميات محددة باختصار إذا ممكن لأنه أكيد الوقاية خرب من العلاج وكيف ممكن أنا ما أوصل نفسي لحتى روح وأخد مكملات غذائية كيف ممكن تكون؟ ممتاز على السؤال وكتير ناس بيخافوا أنه أنا يا ترى عم باخد كفايتي من فيتامين دال الحديد المعادن بأنواعها أولا أول شغل بنعمله يعني كتير ضروري أنه نعمل تحاليل لست أمور وأحد منهم أو أهمه الفيتامين دال البيتناش والفلك أسد والحديد اللي هو السي بي سي والكوليسترول طبعا هذا ما هو مشاهل المكملات لكن عموما الكوليسترول ضروري نعرف شو وضعه فهي أولا إذا في نقص باخد مكملات تحت استشارة شخص خبير أو طبيب تمام نقطة تانية أنا من الغذاء كيف بقدر حافظ على المستوى اللي عندي أولا إني نوع بألوان السلطات يعني ما كل يوم سلطة خضرة وبندورة وخيار بدي لون شوي بحط دورة بحط بنجر اللي هو شو بقولوله البنجر اللي هو الشواندر البنجر شواندر الشواندر نعم كتير أنواع من الخضار مليانة سلطة الجرجير السلطات منوعة جدا على عمو جوجل دائم اللي بقولنا أنه مليان بأنواع سلطات الملونة هاي نقطة الأولى نقطة التانية أنه بدي أخد بروتينات بشكل كافي مثل ما ذكرت على الخطور والغدا والعشاء والنقطة التالتة أني أشرب ماء بشكل كافي هيك بكون عم معمن موازنة أيضا النقطة الأخيرة واللي كتير مهمة هي وجود الفواكه كتير من الناس بينسوا أنا حتى على سوشال ميديا دائما بذكرهم كل يوم أكلتوا موزة أكلتوا فواكه لأني مؤمنة جدا أنه وجود قطعة أو حبتين فاكهة باليوم ترفع كتير من مناعة الجسم بعد فترة مو فورا يعني مو خلال أسبوع بقدر أرفع مناعة جسمي لكن بعد فترة مثلا سنة بتلاحظي إذا متابعة عليك اليوم وجود فواكه بمقدار حصين على الأقل وبتلاحظي أنه مناعة جسمك ارتفعت فهيك بكون أنا أمنت فعلا احتياج جسمي من الفيتامينات والمعالي جولة يعني أخيرا هل مرت عليك فعليا حالات خلينا نحكي نوعا ما حالات مرضية أو حالات إلها توصيف طبي معين الإنسان فيها ما بيقدر إطلاقا ياخذ الاحتياج الطبيعي من الفيتامينات والمعادن وما إلى ذلك من الأغذية الطبيعية وبالتالي محتاج يعني خلينا نحكي غصبا عنه أنه يتجه للمكملات الغذائية نعم هذا سؤال مهم جدا جدا لأنه في عنا كتير من الأمراض اللي فعلا ما بيقدروا يأكلوا كتير من الأطعمة مثل مثلا مرض سيلياك اللي هنا عندهم مشكلة بالغلوتن حساسية القمح أيضا عندنا أمراض الكراونز هي أمراض المختصة بالقولون قولون العصبي في كتير من الأشخاص اللي عندهم مشاكل اللي عملوا عمليات جراحية وعملوا قص معيدة وإلى آخره هدول الأشخاص بيأخذوا مكملات غذائية لفترات طويلة جدا من عمرهم فهدول أشخاص أو حالات خاصة خلينا نقول لكن عموم الناس يفترض أنه ما يأخذوا مكملات إلا باستشارة الطبيب وبعد وجود التحاليل الأشخاص اللي مصابين بالأمراض هلأ أردي بيكون هنن عم يتابع مع طبيب فبالتالي إجباري حيعطيهن بيعرف شو النقص اللي بيصير عندهم أو مع أخصاء التغذية بيصير يعرف ولازم طبعا ضروري يأخذوا المكملات الغذائية لفترات طويلة يعني يعني آخر شي فينا نقول شكرا كثير لألك على المعلومات القيمة والجميلة وفعلا لابد يكون عند الشخص مع ناطا نقص لحتى يأخذ هالمكملات الغذائية وبعد استشارة الطبيب مختص شكرا لألك يا أهلا وسهلا شكرا لكم اشتركوا في القناة وانعكاس لحل الناس تخفى قومهم فأطاعهم فأطاعهم هنا المفارقة يعني اليوم الأمة إذا لم تتحرك فهناك شعب مرابط شقاع جدا يستطيع أن يطلحها ويستطيع أن يعري قالوا العسكري وغليد للأذى فاطل أن إجليس للطبيان رباه لا يوجد أي قرار من الدول التي تتحكم في المنطقة يمكن أن يقرأ بـ